اشتركوا في القناة ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في تغطية تسجدد عبر شاشة الجزيرة مباشر لنتابع سويا مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادل نبدأ مشاهدين الكرام بالمؤشرات التي افتتحت قبل قليل الكويت بداية متذبذبة مائلة للخفاض بأربع من مئة في المئة بحوالي ثلاث نقاط والمؤشر في حدود 6366 نقطة أما في تعاملات أمس في بورصة الكويت فنتابع أداء المؤشرات المختلفة والتي تبينت أمس للجلسة الثانية على التوالي حيث ارتفع السعر بـ 14% فيما تراجع كويت 15 بنسبة 20% واسطة صعود 7 قطع بصدرة التكنولوجية بـ 3.8% وذلك بارتفاع الأنظمة من 5% وأسس بـ 3% تلاه النفط والغاز بـ 1.3% من 10% بأرباح ثلاثة أسهم بالقطاع يتقدمها سنيرجي بـ 4.5% في المقابل حبط ثلاثة قطاعات بصدرة الاتصالات بـ 18% بخسائر جماعية لأسهم القطاع يتقدمها سهم عن ديجيتال بنحو 3.5% وخسر المواد الأساسية بـ 17% بانخفاض سكب الكويت بـ 5% وارتفعت سيولا بنسبة 46% إلى 8.260.000 دينار مقابل 5.660.000 دينار بالجلسة السابقة إلى الإمارات أبوظبي ارتفاع بـ 20% في التعاملات الآنية بحوالي 10 نقاط المؤشر عند 4.329 نقطة وفي تعاملات أمس في أبوظبي سجل المؤشر الرئيس تراجعات بنسبة 14% بدغط من تراجع خمسة قطاعات أبرزها الاتصالات بنسبة 18% وهبط العقرات بـ 16% بهبوط سهمي رأس الخيمة العقارية وإشراق بنسبة 1.5% لكل منهما وخسر قطاع البنوك بنسبة 13% بتراجع أبوظبي التجاري بـ 17% وأبوظبي الإسلامي بنصف نقطة مئة مئوية وأبوظبي الأول بنصف نقطة مئوية وفي المقابل ربحت ثلاثة قطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 2.3% بمكاسب سهمي رأس الخيمة للأسمنت بـ 14.5% وغلفار بـ 6.6% كما صعد قطاع السلع الاستهلاكية بنصف نقطة مئوية بنمو أغذية بـ 1% ودواج رأس الخيمة بـ 3% وتراجعت قيم التداولات لتصل إلى 91 مليون و700 ألف درهم مقابل 158 مليون و200 ألف درهم بالجلسة السابقة نبقى في الإمارات ونذهب إلى دبي حيث تذبذب مائل للارتفاع بأقل من النقطة الواحدة المؤشر عند 3332 نقطة أما في تعاملات أمس فقد سجل المؤشر العام لبرصة دبي تراجعا بنسبة 16% وذلك بخسائر في ستة قطاعات على رأسها الاستثمار بـ 1.1% بالخفاض شعاع بـ 3.3% ودبي للاستثمار بـ 1.2% ونزل قطاع العقارات بـ 1% تقريبا وذلك بتراجع إعمار العقارية بـ 2% وأرابتك بـ 1.7% وتراجع النقل بـ 18% من خفاض الخليج للملاحة بـ 6.6% وفي المقابل صعد قطاعا أولهما الخدمات بـ 18% بصعود تبريد بـ 1.1% وربح الاتصالات بـ 2% 10% بنمو الاتصالات المتكاملة دو بنفس النسبة وارتفعت السيولة بنسبة 3.5% إلى 373.4 مليون وربعمائة ألف درهم مقابل 386.700.000 درهم بالجلسة السابقة نبقى في الأسواق التي بدأت التعاملات منذ قليل البحرين انخفاض بـ 16% وسلطنة عمان مرتفعة بنصف نقطة مئوية بحوالي 23 نقطة إلى الأسواق التي لم تبدأ بعد حتى الآن ونبدأ من السوق القطري الذي على وشك الانطلاق في رابع جلسات هذا الأسبوع حيث سجل الثلاثاء تراجعا بنسبة 18% بهبوط 6 قطاعات أبرزها العقارات بـ 1% لانخفاض أسهمه الأربع على رأسها مزايا قطر بـ 2.2% وهبطت الصناعة بـ 16% بتراجع أسهم تصدرها التحويلية بـ 2.3% وخسر البنوك بـ 16% من خفاض تسعة أسهم تقدمها الإيجارة القابضة بـ 2.4% وعلى الجانب الآخر ارتفع قطاع التأمين وحيدا بنسبة نصف نقطة مئوية لنمو سهمي العام بـ 3.19% والخليج التكافلي بـ 1.6% وخسرت القيمة السوقية أمس مليارين وثلاثمائة مليون ريال لتسجل بنهاية التدولات أربعمائة وواحدا وسبعين مليارا ومائة مليون ريال وتراجعت السيولة إلى مئة وأربعة وثمانين مليونا وأربعمائة ألف ريال مقابل مئة واثنين وتسعين مليونا وخمسمائة ألف ريال في الجلسة السابقة نتابع انتلاقة البورسة الآن في رابع جلسات هذا الأسبوع وهي تتلون باللون الأخضر مع بداية التعاملات بنصف نقطة مئوية بحوالي أربعين نقطة والمؤشر يصعد إلى ثمانية ألاف وخمسمائة وإحدى وأربعين نقطة نبقى في المؤشرات التي لم تبدأ بعد ونذهب إلى السعودية ونتابع في أداء أمس في بورسة السعودية ومؤشر تاسي الذي أغلق مرتفعاً بنصف نقطة مئوية تقريباً بدعم من مكاسب 15 قطاعاً بصدارة إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.5% بارتفاع دار الأركان بثمانية في المئة تقريباً وإعمار بواحد فاصل ثلاثة من عشر في المئة تلاه المرافق العامة بواحد فاصل ثلاثة من عشر في المئة بنمو كهرباء السعودية بثلاثة عشر في المئة وصعد المواد الأساسية بثلاثة عشر في المئة بمكاسب كيمانول بثلاثة فاصل اثنين من عشر في المئة وأسلاك بثلاثة فاصل اثنين من عشر في المئة وفي المقابل هبطت خمسة قطاعات بصدارة الصناديق العقارية بسبعة عشر في المئة من خفاض جدوى ريد بـ 2.2% والجزيرة ريد بـ 18% تلاه الأدوية بنسبة نصف نقطة مئوية بتراجع سهم الدوائية كما ارتفع مؤشر السوق الموازية بنمو بنسبة 5% تعادل 158 نقطة عند مستوى 3259 نقطة إلى مصر فقد أنهى مؤشر البرصة الرئيس اي جي اكس ثيرتي أمس مرتفعا بنسبة نصف نقطة مئوية بصعود 7 قطعات بصدارة المنتجات المنزلية بـ 1.5% بارتفاع سترني كامباني بـ 2% ودايس بـ 2% وربح قطاع البنوك بـ 1.2% بنمو التجاري الدولي بـ 1.7% وقطر الوطني بـ 2.5% إلى أسعار النفط المشاهدين حيث ارتفعت بنهاية التعملات أمس إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2015 مدعومة بانفجار خط أنابيب ليبيا واستمرار توقف أعمال خط بحر الشمال وصعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايميكس إلى 59 دولارا و97 سنتا للبرميل مرتفعا بنحو 2.6% بينما ارتفع خام برينت بنسبة 2.1% إلى 66 دولارا و60 سنتا للبرميل واستفادت أسعار النفط من توقعات بشأن خسائر في المعروض النفطي في ليبيا بعد انفجار خط أنابيب رئيسي ينتج نحو 260 ألف برميل يوميا كما تأتي المكاسب على خلفية استمرار توقف الأعمال في خط أنابيب فورتيز في بحر الشمال والذي يدخ نحو 450 ألف برميل يوميا مع توقعات بمواصلة أعماله بحلول يناير المقبل الآن مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نذهب إلى البيتكوين والتعليقات والأخبار الخاصة إذن هاشتاك بيتكوين هل يمكنكم أن تستثمروا في هذه العملات الرقمية ونتابع أولا قبل التعليقات هذه الأخبار المحدثة عن العملات الرقمية حيث ارتفعت العملات الرقمية خلال تدولات أمس مواصلة تعافيها من الخسائر الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 14.2% إلى 15.700 دولار بعد الارتفاع أعلى من 16.100 دولار لوقت قصير وبهذا تكون بيتكوين قد قفزت بأكثر من 50% منذ أدنى مستوى سجلته الجمعة الماضي عند 10.400 دولار للوحدة وعلى جانب موازن سجلت عملة الإثيريو مستوى 770 دولار و80 سنة بزيادة قدرها 2.2% بقيمة سوقية بلغت 74.400.000 دولار فيما ارتفعت عملة ريبل بنحو 7.3% لترتفع إلى دولار و10 سنتات كما صعدت القيمة السوقية للعملة الإلكترونية مجتمعة إلى 591.600.000 دولار رفض البنك المركزي المغربي قبول عملة البيتكوين مؤكدا أنها ليست بعملة لكونها لا تجمع الوظائف الرئيسية للعملة وحذر محمد الجواهري ولي بنك المغرب من التعامل غير المعلن لهذه العملة مشيرا إلى أن العديد من البلدان قد دعت بالفعل لتنظيم التعامل بالبيتكوين جدد الملياردير الأمريكي وارن بافيت تحذيراته بشأن بيتكوين مشددا على أنه لا يمكن شراء سلعة بها لأنها ليست أصلا منتجا للقيمة وأوضح المستثمر الشهير أن على الجميع تجنب بيتكوين والعملات الرقمية كان بافيت قد وصف بيتكوين سابقا بأنها فقاعة حقيقية ويجب عدم إهضار الأموال فيها إذن نذهب إلى التعليقات مشاهدين محمد أسامة على فيسبوك يقول فقاعة كبيرة ستنفجر وينفجر معها مليارات الدولارات ليس لها ضمنات اقتصادية أو قانونية محمود العزبي عملة رقمية يتم تداول بها بشكل خفي بعيدا عن أنظار السلطة وغالبا ما يتم التعامل بعملة البيتكوين في تمويل الإرهاب وشراء الأسلحة وغسيل الأموال برأيه أما بلال على الفيس يقول بيتكوين عبارة عن عملة تشفيرية وهدفها السماح للمستخدمين بإرسال مبالغ مالية لبعضهم البعض على الإنترنت دون الحاجة إلى سلطة مركزية لمراقبة عمليات الدفع والتحويل وهذا مع المحافظة على مجهوليته هي عملة سهلة مصطفى خليل يقول سهلة الاستعمال وغير مكلفة نظرا لغياب دور الوسطاء البنوك لكنها تستعمل كثيرا فيما يسمى بالشبكة الخفية أو الجانب المظلم من الشبكة العنكبوتية حساب آخر يقول في 2010 سمعت بالبيتكوين وكان سعرها العشرة بدولار أتمنى رجوع الزمن لأقوم بشرائها دوريد عملة رقمية وهمية يمكن الحصول عليها من فك الشفيرات الشفيرات الإلكترونية والعمليات الحسابية المعقدة وفق برامج خاصة بها تستخدم للشراء من الإنترنت عملة افتراضية قاربت لـ 17 ألف بل تخطط بالفعل لـ 19 ألف وقاربت على 20 ألف البيتكوين الواحد تكسب عن طريق التعدين في الإنترنت وهناك عدة مواقع لتعدين البيتكوين أخرها موقع روسي يسمى نافي على تويتر يغرد هذا الحساب الذي يسمي نفسه واقع السؤال الذي يسألوه أي مستغنم عن مدى الأمان للتعامل بالبيتكوين هناك تحت إدارات كثيرة منها واقع كما تسمي نفسك كبكر عملة مخصصة لحرق الدولار الذي طبع بكميات كبيرة جدا إنها فخ الرأس المالية لنهب ثروات المستثمرين رأيي أنها أكبر خدعة دون يقول والأيام بيننا رغم أنني أقر بوضوح أني قرأت عنها ولازلت لم أفهم قواعد تداولها إذن عين من التعليقات نشكركم متابعين وشكر مصول لكم مشاهدين الكرام الحسن المتابعة بعد حوالي ساعتين وعشرين دقيقة يتجدد اللقاء عبر شاشة الجزيرة مباشرة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة